الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني يا صاحب الجلالة أن أرفع إلى مقامكم السامي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع رجالكم في قوة دفاع البحرين أسمى آيات التهاني وأطيب التبركات مقرونة بخالص الولاء وعظيم الامتنان لجلالتكم بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين على تأسيس قوة دفاع البحرين الباسلة والذي يصادف الخامس من شهر فبراير إن لتوجيهات جلالتكم الحكيمة ودعمكم المتواصل ورعايتكم الكريمة لقوة دفاع البحرين جل الأثر في تطور قواتكم المسلحة وما وصلت إليه اليوم من مستوى مشرف تنظيما وتسليحا وتدريبا أشهد به المجتمع الإقليمي والدولي بما تتمتع به قوة الدفاع من كفاءة عالية وجاهزية قتالية وانضباط عسكري وسمعة طيبة يفخر بها كل مخلص لهذا الوطن سيدي صاحب الجلالة القائد الأعلى إن رجالكم في قوة دفاع البحرين وهم يحتفلون بهذه المناسبة الغالية على قلوبهم يجددون العهد والولاء لجلالتكم وأن يظلوا جنودكم المخلصين باذلين مزيدا من العطاء والتضحية في سبيل الرفعة والمنعة لمملكتنا الغالية ضارعين إلى الله العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم بعنايته وأن يعيد هذه المناسبة على جلالتكم أعواما عديدة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة وعلى وطننا الغالي بالتقدم والرقي والازدهار حفظكم الله يا صاحب الجلالة وسدد على طريق الخير خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير المشير الركن القائد العام لقوة دفاع البحرين خليفة بن أحمد آل خليفة وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب المعالي المشير الركن القائد العام لقوة دفاع البحرين هذا نصها معالي الأخ المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة حفظه الله القائد العام لقوة دفاع البحرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا أن نبعث إلى معاليكم بخالص التحيات وصادق التمنيات بموفور الصحة والعافية مقرونة بتقديرنا لمعاليكم ولجميع منسوبي قوة دفاع البحرين الباسلة قادة وضباطا وجنودا لتهنئتكم لنا بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين هذه المؤسسة الوطنية التي تشكل الحصن الواقية لمملكة البحرين العزيزة وستبقى بإذن الله حيث نريدها ويريدها شعب البحرين العزيز قوية عتيدة يتمتع منسوبوها بأعلى درجات الكفاءة مؤزرة بكل عوامل الاقتدار تدريبا وتسليحا وجاهزية ومعنويات عالية واثقة واستعدادا للتضحية لأجل سلامة هذا الوطن بكل الوفاء والولاء مقدرين ما بذلتموه وتبذلونه من جهد مخلص حول ذلك إن هذه القوة الباسلة موضع اعتزازنا العالي وتقديرنا العميق وثقتنا المطلقة نسأل الله أن يحفظكم ويحفظ قوة دفاع البحرين وكل قوى الأمن في هذا الوطن العزيز ودمتم سالمين بإذن الله حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين